حياكم الله ومشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج تركيا بعين عربية سنناقش اليوم في حلقتنا محورين مهمين لهذا الأسبوع المحور الأول حول الهجوم الإرهابي الذي نفذه أو الذي نفذته قوات حزب القدسة الكردية أو ما يعرف بالبككي في منطقة عفرين في الشمال السوري أما المحور الثاني فسنتحدث فيه عن محور زيارة أو اجتماع قمة الناتو وتداعيات هذه الزيارة سيكون معنا عبر السكايب الأستاذ جلال دمير وهو كاتب ومحلل سياسي وأيضا سينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد أفندي أغلول لنناقش هذين المحورين نبدأ حوارنا أو نبدأ حلقتنا باستعراض صور لخروج مشفى عفرين السورية بعد إصابته أو بتفجيرات من البككي نشاهد هذه الصور مع بعض ترجمة نانسي قنقر حياكم الله مشاهدين الكرام سنناقش المحور الأول وهو محور الهجوم الإرهابي الذي استهدف مشفى في مدينة عفرين السورية من قبل تنظيم بككا أو بككا الهرهابي سنناقشه مع ضيفي عبر السكايب الأستاذ جلال دمير وهو الكاتب والمحلل السياسي حياكم الله أستاذ جلال حياكم الله أهلا وسهلا تحياتي حياكم الله بداية أريد تقييمكم العام أستاذ جلال لما حصل في عفرين كيف ترونه وكيف تقييمونه بداية بصراحة ما حصل في عفرين ليس من نوعها الأول فالإرهاب هذا عملها الأساسي وعملها الروتيني دائما تعملها في مناطق المحررة ومن قبل تم أعمال إرهابية في تركيا أيضا طبعا الإرهاب لها أهداف ولكي تنفذ أو تصل إلى أهدافها تعمل هكذا أعمال إرهابي أنا ذكرت وقلت هذا كلامي قبل فترة يعني الأمر ليس يخص سوريا بمناطق المحررة هذه الإرهاب القصد والبنكي عن عملها الإرهابي حتى في داخل تركيا رغم أن تركيا دولة عظيمة لها استخبارات لها جيش لها كذا وكذا فرغم هذه الإمكانيات ورغم أن تركيا دولة قوية ولكن منذ سنوات كانت لها أعمال إرهابية في داخل تركيا أيضا فلذلك ليس غريب على القصد على البكاكي والبيايدي هذه الأعمال يعني هذه التفجيرات عادة أو هذا النوع من التفجيرات لا يأتي سوى بين قوسين الإجرام وإرهاق المدنيين يعني تنظيم بكاكا الإرهابي ماذا يجني من هذه التفجيرات؟ طبعا الإرهاب لها أهداف مثل ما ذكرنا قبل قليل إن لها أهداف أصلا الهدف أنا برأي الأهداف الأساسية لهذه التفجيرات هو إعطاء فكرة أنه تركيا ليست قادرة على تأسيس الأمنية في مناطق المحررة هو ممكن أنه هذا يكون هدفها الأساسي أو إعطاء فكرة أن الجيش الوطني السوري رغم أخطائه ورغم الأشخاص الغير الجيدين في الجيش الوطني على أن الجيش الوطني هي ليس جيش فاشل ولا يستطيع أن يقدر يحتفظ بشعبه هو أصلا هذه الأهداف وبعد التفجير مباشرة رأينا عبر المواقع التواصل الاجتماعي هجوم قوية على تركيا أو على الجيش الوطني الحر السوري سأتي على هذه النقطة بعد قليل بالتفصيل سأتكلم أول شيء مجدانيا قبل أن أذهب لتقييم السياسي وردود الأفعال يعني غالبا هذا النوع من التفجيرات شاهدناه في الفترة الأخيرة يستقطف أو يعني يستهدف مناطق محددة نتكلم عن عفرين مركز نتكلم عن مدينة أعزاز نتكلم عن الباب لماذا يستهدف هذه المدن بالتحديد؟ التحديد لماذا؟ لأن العفرين بالنسبة لتركيا أيضا منطقة هامة أو المناطق المحررة بشكل عام هامة ولكن كما تعرف منطقة عفرين يعيش فيها معظمها الأكراد وتركيا تريد أن تعطي رسالة على أن تركيا في نفس الوقت تريد وترغب أن تعطي حياء جميلة كما للأكراد أيضا يعني تركيا ليس ضد الإرهاب ولذلك تركيا تهتم بمناطق الأكراد أيضا فتركيا رسالتها هي أن تركيا تحتفظ أو تحاول أن تعطي أمان للأكراد كما تعطي للعرب وكما تعطي لمواطنيها الأتراك فطبعا هم يريدون عكس ذلك يريدون أن يعطوا صورة أن تركيا لا تريد أو ليس قادرة على أن تعطي أمان للأكراد سأعود إلى نقطة أستاذ جلال التي تحدثت بها قبل قليل وهي عن موضوع الجيش الوطني السوري يعني بعد كل تفجير وبصراحة هناك أصوات تعالى كثيرا أو صوات عفوا من بعض الجهات تتهم الجيش الوطني وتتهم تركيا بعدم ضبط الأمن في المناطق المحررة يعني برأيكم هل هناك فعلا تقصير محدد أو معين من كان جانب الجيش الوطني وإن كان الجانب التركي ونحن نعلم طبعا في أعتى مخابرات العالم تحدث تفجيرات هل هناك تقصير أم أن هذه الاستهدافات الرخيصة هي الحل الأخير لهذه التنظيمات يعني إن كان لتركيا وإن كان للجيش الوطني يعني الشارع في الداخل السوري بصراحة لا يذهب بإلقاء اللوم على الجيش الوطني لأنه لا حيلة له ولا قوة أتكلم أمنيا استخباراتيا لكن تركيا الوقفة خلفه هي من تدعمه وبالتالي يعني ينظرون إلى تركيا على أنها هي من سيحفظ الأمن أو يجب أن يحفظ الأمن كيف ترى هذا الأمر؟ أستاذ محمود يعني بصراحة هذه الفكرة تزرعها الـ PKK ونظام الأسد فلذلك طبعا ذكرت قبل قليل تركيا رغم أنها دولة قوية ومثل ما ذكرتم أنتم رغم وجود الاستخبارات والجيش النظامي نرى أنه تحدث انفجارات فلذلك الإرهاب يعني وما يعني بسوريا أي طبعا بلد فيها يعني خرجت مدام فيها الحرب تستمر فيها الحرب فتأمين الأمان بشكل كامل بالمئة مئة أكيد أظن أنه يكون صعب ويجب أن نقول أن تركيا تعمل أو تصرف جهدها بشكل كامل لأجل الاستقرار الأمان في المنطقة ولكن رغم ذلك كما يحصل في تركيا أحيانا انفجارات أكيد يحصل في داخل سوريا هل هناك تقصير من الجيش التركي؟ أنا برأيي الجيش التركي أو الاستخبارات التركية أو الحكومة التركية تعمل ما بيصعيها في المناطق المحررة بكل التفاصيل يعني وليس السهل لأن منطقة فيها حروف فيها إرهاب فيها أمريكا فيها روسيا فيها نظام ولا توجد حدود يعني كاملة هناك الأراضب بين بعض يعني في فقط حواجز يعني بين المناطق طيب يعني بعيدا عن الحواجز دخول الإرهاب دخول الشخص الذي يريد أن يسيق المجتمع أو يعمل شيء يكون بسهولة برأيي فلذلك هذا الفكرة الذي يريدون أن يزرعوها يعني هذا الفكرة الذي يريد أن يزرعها النظام والباكاكي وكذا كلهم أن تركيا غير قادرة ولا ترغب بتأمين أو بتأسيس الأمان في المنطقة يجب علينا أظن أنه أن لا نعتبر بهذه الآراء ومثل ما ذكرت في بداية كلامي بصراحة يعني يكون هناك انفجارات يكون هناك هل يعني هذا تعني بمعنى أنه نأخذ الأمر ببساطة لا أكيد ليس هكذا ونحن رأينا رد فعل تركيا ورد أردوغان يعني حتى أردوغان أخذ الأمر بغاية الاهتمام وأظن أنه اليوم في هذه الساعات ممكن أنه يكون له مقابلة مع جو بايدن فبالأخص سوف يتحدث أردوغان حول هذه الموضوع موضوع قضية عفرين أيضا فلذلك تركيا تهتم أيضا بنفس الوقت بأمان أو بتأسيس الأمان في المناطق المحررة ولكن رغم رغبة تركيا أو جهودها المفزولة على الأرض الواقع في المناطق المحررة ووجود بعض التفجيرات هل هذا تعني بأن تركيا فاشلة أنا برأي لا ولكن هناك من يقول يريد أن يزرع هذه الفكرة بأن تركيا فاشلة هم يريدون أن يزرعوا هذه الفكرة ويعملوا الإشاعات وينشروا الأخبار وكذا لكي تركيا تتراجع عن فكرتها طيب يعني نحتصل أو نفترض أن تركيا ليست قادرة ورجعت إلى بلدها لم تبقى تركيا في سوريا هل هذا الصحيح يعني أو نفترض أن الجيش الوطني السوري ينسحب ونترك المناطق المحررة للبيدي أو للبيكيكي أو للنظام لا أكيد يعني تحتاج الأمر لها مقامة وما وتحتاج الأمر أيضا وخصوصا يعني الشعب السوري في المناطق المحررة وخصوصا الذين يعيشون في خارج المناطق المحررة في خارج تركيا أنا برأي يعني يحتاج إلى دعمهم يجب أن يكون مع الجيش جيشهم رغم أخطائهم ويجب أن يحتفظوا بالجيش كمؤسسة وليس كأشخاص نعم طبعا نحن يعني أنا أنقل لكم أستاذ جلال يعني وجهات النظر التي يتم الحديث عنها في الإعلام أو وسائل التوصل الاجتماعي أريد في هذا السياق أن أسأل سؤال آخر أستاذ جلال لتركيا هل هناك خطط يعني مستقبلية قادمة قريبة بخصوص ضبط الأمن أكثر في تلك المناطق تركيا دائما لها تخطيطات ودائما تخطط وحتى تنفذ ولكن كما تعرفون كما واضح علينا تركيا ليست يعني هي الدولة الوحيدة التي تستطيع أو ليس دولة قادرة على أن تنفذ تطبق ما تريدها في المنطقة هناك روسيا هناك أمريكان فلذلك يعني تركيا أكيد هذا معروف وعلى الجميع تركيا لا تستطيع أو ليست قادرة كما أن روسيا ليست قادرة على أن تنفذ ما تريدها رغم أنها دولة قوية كما أن أمريكان يعني اليوم الأمريكا تريد أن تنفذ أو تعمل بعض الأشياء تنفذ بعض الأشياء في سوريا ولكن لا تستطيع خوفا من تركيا وخوفا من روسيا أو روسيا لا تستطيع أن تنفذ خوفا من تركيا يعني هذا الطبيعي هناك دول أقوية يوجد روسيا يوجد أمريكا فالتوازن الأمر تحتاج إلى توازن فبرأيه تركيا دائما طبعا الأيام القادمة سوف يظهر علينا كيف تركيا تريد وتحاول أن تنفذ أو تطبق الأمان في المنطقة سوف نرى ذلك أن نحتاج إلى فقط وقت ممكن أنه ولكن بمرور الوقت بمرور الزمن أنا برأي تركيا قادرة إلى على أن تنفذ الأمان الأمنية في المنطقة طيب أستاذ جلال في سؤال أخير كيف تناول الإعلام التركي بشقيه طبعا الحكومي والمعارض هذه الحادثة يعني تكلم اليوم عن أكثر من 22 شهيد سقطوا عن عشرات الجرحة كيف تناول الإعلام التركي حكوميا ومعارضا هذه الأحداث أو بشكل أعام كيف يتناول الإعلام التركي هذا النوع من التفجيرات طبعا هناك إعلام كما تعرف هناك إعلام ضد وجود تركيا أو وجود دعم تركيا لسوريا وهذه الفئة وهذه الجماعة مثلا كما إن صح التعبير يعني هم دائما ضد وجود تركيا أي خطوة تأخذها تركيا أو حتى هم ضد وجود السوريين في تركيا أيضا هذه الإعلام هذه الفئة أكيد دائما ينقضون الموضوع وممكن أنه نعم على ما يبدو يكونون سعداء نعم تفضل يكونون سعداء لأنه يكون لهم أحيانا ممكن أنه يكون سعداء بهذه التفجيرات لماذا؟ لأنهم يعطوهم الحق أنه لنا حق فيجب لتركيا أن تخرج وكذا ولكن بعيدا عن هؤلاء مثل ما نقول هذه فئة قليلة جدا ولا يمكن أن نعتبرها كمجتمع حتى ولكن بشكل عام طبعا الإعلام التركي تهتم بالمنطقة وتلعن الانفجارات العمل الإرهابي في المناطق المحررة الأستاذ جلال دمير الكاتب والمحلل السياسي التركي شكرا جزيلا لك ضيفا عزيزا معنا في برنامج تركيا بعين عربية مشاهدين الكرام نذهب لفاصل قصير ثم نعود للمحور الثاني من هذه الحلقة وهو قمة الناتو وتداعيات لقاءات أردوغان الثنائية الثنائية مع الرئيس الفرنسي والرئيس الأمريكي جو بايدن ابقوا معنا اشتركوا في القناة